موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنرجعه النهاردة هو The Karate Kid عودة مرة تانية للكلاسيكيات في فترة قصيرة انا عارف ان الحلقة الاولى اللي عملناها عن الكلاسيكيات في الفترة الاخيرة ديت اللي هي ما جابتش مشاهدات كتير بس انا الصراحة استمتعت بالحلقة جدا وزي ما بقولكم كده دايما انا بحب اعمل الحلقات اللي بحس اني عندي حاجة اقولها فيها The Karate Kid ممكن ما يكونش من الكلاسيكيات اللي الناس كتير بتبص لها بقدر كبير من الاحترام كل الناس بتحبه كفيلم خفيف وانا الحقيقة شايف ان هو اكتر من كده شوية مش شوية كتيرة اوي بس اكتر من كده شوية لان انا شايف ان هو فيلم مهم وفيلم فينا واحي فنية متميزة ومتفوقة ممكن ناس كتير متاخدش بالها منها وفي بعض الاشارات لبعض الامور المهمة جدا في التاريخ الثقافي سواء للحقبة دي او للحقبة اللي قبلها اعتقد انها تستحق الاحترام فده اللي انا جاي اتكلم فيه النهاردة في حلقة ان شاء الله بازن الله اعتقد ان هما موضوعين رئيسيين انا عاوز اتكلم فيهم ليه انا شايف ان الفيلم ده حلو اوي ليه انا شخصيا بحبه اوي اوي يعني ومن ناحية تانية ليه الفيلم ده مهم وليه شايف ان هو يستحق التقدير او يستحق انه ينظر ليه بشكل مختلف شوية انا بفترض وده صحيح ممكن جدا يكون ناس كتير شايف الفيلم زي ما انا شايفه وبيقدروا التقدير اللي انا بقدره ممكن يكون في ناس كتير شايف انه هو فيلم عبيت وهايف وبتاع اطفال سنوي وبتاع كاراتية وكلام زي ده وما يستحقش اي نوع من انواع الاحترام بالرغم من معرفتهم بكل حاجة انا جاي اقولها وده شيء جميل جدا ومقبول جدا ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق المهم ان الحلقة بتاعت النهاردة حيبقى فيها بعض الحرية في حرق بعض الاحداث بتاعت الفيلم وده لاننا بنتكلم على فيلم من المفترض ان كل الناس شافته لانه مش زي اللي ممكن يكون مش معروف قوي لكل الناس ده كاراتية كد كان بيجي يوم الجمعة الساعة كنينو الظهر على القناة التانية يعني فاعتقد ان الناس كلها شافته ومع ذلك لو فيه حد ما شافش ده كاراتية كده احنا نتكلم عن الفيلم الاولاني النهاردة فقط ممكن يقفل الحلقة دي ويبقى ارجع لها لما يشوفه وياخد مني ترشيح رسمي بانه لازم يتفرج على ذكرة تيكد وقدين يجي يتفرج على الحلقة وبعدين يتناقش معايا وبعدين يتخنق مع بعض المهم فيلم ذكرة تيكد زي ما بتكلم زي ما بقول الفيلم الاول عرض سنة الف تسعمائة واربعة وتمانين وكان بيحكي قصة بسيطة جدا عن ولد بينتقل مع امه من بلد لبلد اخرى اكبر ولكن في حي فقير وبيروح مدرسة سنوي وهناك بيعجب ببنت والبنت دي كانت الصديقة السابقة لاحد الولاد اللي ليهم سطوة كبيرة في المدرسة فبيبتدي هو واصدقائه يديقوا الولد ده بشكل متكرر لغاية لما بنوصل لدرجة الاعتداء البدني الجاد والحاد واللي كان ممكن يتسبب في مشاكل كبيرة وهنا بيتدخل عامل الصيانة في البيت اللي عايش فيه هو وامه عشان ينقضه وبنكتشف من خلاله انه هو معلم كراتيه او على الاقل عنده دراية كبيرة بالكراتيه وبياخد الولد تحت جناحه وبيمرنه عشان يدخلوا بطولة ضد الولاد التانيين اللي كلهم بيجمعهم نفس الجيم او نفس الستوديو او نفس المكان اللي بيعلم كراتيه ويقدر يهزمهم وينهي اعتداءاتهم عليه للأبد ولا الاحداث بتنطلق واعتقد ان القصة كل الناس عارفينه ليه انا شايف ان الفيلم ده حلو حقيقي حلو كفيلم بصرف النظر عن ارتباطي الشخصي به يعني فانا شايف ان هو اولا للثراء الكبير في زوايا قصته الرئيسية او في زوايا حدوته الرئيسية قصتنا بتبتدي ما يسمى بالحب الممنوع او الحب المستحيل بعلاقة حب بين ولد فقير مسكين عايش في حي فقير مع بنت من علية القوم او الدرجة الاولى من المجتمع اللي هم عايشين فيه وده شيء معروف من البداية انه هيكون صعب بسبب عدم موافقة اهلها على العلاقة دي بكل تأكيد وبالاضافة لذلك انه ده بيضع عليه هدف من الولاد المتحكمين في المدرسة نفسها على مستوى الشعبية وعلى مستوى القوة البدنية كذلك لانهم بيبتدوا يضيقوا بيقتدوا يقزوا بيبتدوا يضربوا لانهم متمرنين كراتيه في مكان مخصص لذلك الثيمة التانية المهمة جدا هي الصراع مبين ديفيد انجولايث بعيدا عن النقطة بتاعة الحب او الانجل الرومانسي لان مكان الكراتيه اللي ولاد دول بيتعلموا فيه مكان لا يؤمن بالرحمة على الاطلاق مكان بيتبنى القصوى الاخر لحظة والاجهاز على الخصم ايا كانت العواقد بتاعة الموضوع ده بينما الجانب الاخر بتاع مياجي وبتاع دانيل اللي هو بطلنا مؤمن اكتر بان الرياضة دي دفاع عن النفس وان القتال ده المفروض يكون اختيار اخير وبيتبنى حب الجمال وبيتبنى حاجات كتير قوي وفي الاخر هو الجانب المستضعف مش الجانب القوي مش الجانب المرجح فوزه او انتصاره في الصراع ده القصة بتاعتنا برضو قصة زي ما بيسموها كده coming of age story او قصة مضج او قصة ولد بيكبر او ولد بيفهم او ولد بيعرف اكتر لان شخصية دانيل بتاعتنا بتبتدي من جانب معين وبتتحول تحول كبير اوي حتى النهاية لانه في البداية ولد عنده مشاكل ثقة كتيرة جدا عنده مشاكل غضب عنده مشاكل صخط على المجتمع اللي حواليه شايف ان فيه ناس كتير هي المسؤولة عن المعاناة اللي هو بيعانيها داية لانه الانتقال دوت بيجي عليه بمشاكل كبيرة جدا على المستوى العاطفي وعلى المستوى التعليمي وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الشعبية وعلى مستوى كل حاجة في الدنيا وبيفهم من خلال دراسته تحت قيادة مياجي ومياجي ده ما هو الكبير قوي الواحدة وحنجيله كمان شوية ازاي يقدر الحاجات الحلوة وازاي يتغير وازاي يكبر رغم ان احداثنا كلها لبعضها بالدور في فترة زمنية قصيرة النقطة التانية نقطة الولاد اللي بيعانوا في المدارس السنوي او اللي بيعانوا في الاماكن اللي هم مضطرين يروحوها من البولينج ومن التنمر ومن العنف وازاي يقدروا يطلعوا نفسهم من المحنة دي الفيلم من يعني في النقطة دي بالتحديد من نواحي تمييزه انه مش جاي يقدم لك تاكست بوك مش جاي يلقنك كلمتين هو بيحط ولد في الظروف الصعبة دي وبيجد له حل سحري اي ولد في الدنيا او اي حد في الدنيا في السن ده ممكن يتمسك بيه ويساعده انه يمر للمرحلة دي وده انا شفته بعيني في المرحلة ده من خلال ولاد كتير لما الناس اللي حبت دكارتيكت في المرحلة السنة ويقاوي بزيادة هما الولاد اللي كان عندهم بعض المشاكل المتعلقة بحاجات من النوعية دي او من الطبيعة دي سواء كانت بشكل مباشر او بشكل غير مباشر فالفيلم ده زي ما بيقولوا كده كان كان زي ما يكون ضوء امل موجود للولاد اللي الدنيا حواليهم مضلمة وساعدهم كتير في انهم يتخطوا المراحل الصعبة في حياتهم النقطة الاخيرة او الثيم الاخيرة اللي الفيلم بيمر بيها عند كلمة على الثيمز الرئيسية او على الثيمات الرئيسية او على الزوايا الرئيسية بتاعت الفيلم قصة التفوق الرياضي سيبك بقى من الموالة اللي انا عمل اقوله ده اللي هو من الصعب جدا ان هو يتحشر في فيلم واحد اصلا يعني تعال نروح بقى للتفوق الرياضي الولد اللي ما كانش عنده اي اهتمام بالرياضة ازاي يتمرنه ازاي يتطور وازاي وصل لمرحلة ان هو يقارع الناس اللي كانت بتشكله اكبر تهديد وازاي قدر يتفوق عليهم وده الجزء المتعلق بالحرق وما اعتقدش ان هو جزء مفاجأة توقع ان كل الناس في الدنيا عارفا ومتوقع وهي بتتفرج على الفيلم وده برضو من النواحي الساحرة جدا في الفيلم ان هو ما فيهوش حاجات كتير مش متوقعة هو نمطي جدا على مستوى الاحداث وعلى مستوى القصة بس التفاصيل هي اللي فيها كل حاجة وعلى نقطة التفاصيل دي بقى تعالوا نتخطط نقطة بتاعة التيمات الرئيسية بتاعة الفيلم ونروح للتيمات الفرعية اللي بتقرب الفيلم اكتر من الواقع وبتخليه قابل للتصديق وقابل للتعاطف حتى والمشاهد عارف تقريبا هو هيخلص ازاي من النواحي المهمة جدا في النقطة دي هي المشاكل اللي موجودة في شخصية دانيل دانيل لاروسو مش شخصية مثالية ما هوش الولد الحالم الجميل الطيب اللي يعيني الاشرار بيدربوه بيهنوه وهو كل اللي عاوزه انه يبقى مع البنت اللي بيحبها ومتعاطف معها على طول الخط وبيلجأ للمعرفش اطلاقا دانيل نفسه جوا طقة سلبية كبيرة جدا انا فاكر كويس او ان انا اتفرجت على فيديو او قريت مقالة مش فاكر بالزبط كانت دراسة متكاملة على ليه ممكن دانيل يكون هو الشرير بتاع القصة مش الولد الكويس لانه في بعض الاحيان كان هو اللي بيستفز الجانج او العصابة بتاعت الولاد الاشرار دول في حين انه هما كانوا في مرحلة المسبوه في حال وخلاص فانا مش ميال للنظرية بس هي نورتلي جزء مهم جدا ان دانيل مليان مشاكل عدم احساس بالامان مليان مشاكل غضب مليان مشاكل اتجاهه المتكرر للوم الاخرين على اللي هو بيتعرض له عدم لوم نفسه على الاطلاق واعتقد ان دا بيقرب الشخصية من الحقيقة اكتر وبيقربها اكتر من قدرة الناس على انها تتعاطف معها بشكل ايجابي مش بشكل سلبي انا عندي مشكلة كبيرة قوي مع الشخصيات الحالمة بزيادة اللي في ناس بتبتدي ترتبط بيها لانها بتمثلهم في شيء معين وانا ما عنديش مشكلة مع دا اطلاقا انا من الناس اللي تأثرت بشخصيات كبيرة جدا وشفت ان هي بتمثلني في نواحي كتير من نواحي حياتي او من المراحل المختلفة ولكن الارتباط بشخصية حالما بيضعك دائما في موضع الضحية وده شيء مش صحي في رأيي انا انا حبحب اكتر الارتباط بشخصية ليها جوانب ايجابية وليها جوانب سلبية عندها مميزات وعندها عيوب ودانيل كان عنده عيوب ما كانش شخصية مثالية على الاطلاق الولاد المتنمرين او البوليس دول ما هماش مثال صارخ على الشر على طول الخط هو فيه بينهم اعضاء انا زي ما بقولهم في مرحلة معاينة كانوا سابه الولد خلاص يعني كانوا كبروا بناغهم منه في مرحلة تانية لما القصوة زادت قوي عليه فيه اعضاء منهم اعترضوا على اللي هو بيتعرض له وفي النهاية خالص في التورن منت اللي احنا فيها فيه ولد اعتذر بشكل مباشر على اللي هو بيعمله في دانيل وفيه ولد تاني اللي هو شخصية جوني الشرير الاكبر في الموضوع اتصدم لهول الطلب اللي بيطلبه منه المعلم بتاعه للقصوة المفرطة ضد دانيل وبعد كده بيكرم دانيل نفسه بانه هو اللي بيديله الكاس وبيعترف بانه هو استحق اللي هو وصله فبناءا عليه جانب الشر بتاعنا برضه ما هو الشيطان بقرونه وخلاص هو جانب ادمي شويتين انساني شويتين عنده اشياء يقولها بعد كده عندنا السيكونس بتاعت الترينيج السيكونس بتاعت التمرين ودي من العناصر اللي بتبقى موجودة في بعض الافلام اللي ليها بعوض الرياضة اصبحت اساسية يا جماعة حتى لما بيعملوا فيلم رياضي بعد كده وبيسقطوا منه الجزء بتاع التمرين بالساونتراك الحماسي بالاسلوب اللي ما عرفش ماله بالكلام ده كله بنحس ان في حاجة مقصة في الفيلم خلاص وعلى فكرة يا جماعة ده موضوع تم ترصيخه في التمانينات من خلال افلام زي راكي في نهاية السبعينات بداية التمانينات وبعدين دكرتي كد دي الافلام اللي رصخت ده كشيء رئيسي خلاص ما بقناش قادرين ان احنا نستغنى عنه والترينيج سيكونسس او سلسلة التمرينات او سلسلة التدريب بتاعت دكرتي كد اصبحت جوجلب يا جماعة خلاص خدت اسمها اصبحت مركة مسجلة لما في حد بيعلم حد حاجة وهو مش داريانو بيتعلم ده بقالها فيرب دلوقتي ودي حاجة استخدموها في لما كان راين جوزلينج بيعلم ستيف كرال ازاي اصبح فيرب خلاص لما حد ييجي يعلمك حاجة وانت مش داريان انك بتتعلم ده اصبحت اسمها في واحدة بيمارس معاك ما تم ممارسته من مياجي تجاه الولد التدريبات الاخرى ازاي يحافظ على البلانس بتاعه اهمية التوازن دوت في الحياة وبرى الحياة وفي الرياضة وخارج الرياضة سلسلة التدريبات مشاهد التدريب مشاهد التمرين مشاهد التطور بتاع الدكارات ايه كده اعتقد انها اكتسبت مكانة ايكونية لا يمكن اغفلها او لا يمكن عدم الاعتراف باهميتها وبعدين عندنا المباراة النهائية اللي ما خدتش على الشاشة زمن اطول من اللازم كانت حقيقية جدا في ان فعلا البطولات بتاعت الولاد والصغيرين دول ما بتبقاش رينج كبيرة وجمهور واقف وناس بتعايت وناس بتعمل ما عرفش مين والجيم ما بيقعدش خمس ست ساعات الجيم بيقعد له خمس ست دقايق ازاي تخلق دراما زي اللي كانت موجودة في الدورة النهائية ديت في الزمن ده وفي قربها من الواقع ده وعلى فكرة حركة الكاميرا واسلوب التصوير في البطولة النهائية في رأيي برضو ممكن يبقى ريفرنس يتدرس لحد دلوقتي ودليلي على ذلك هو لحظة اولا هو البطولة النهائية البطولة النهائية دي تعمل فيها فيديو الواحدة يا جماعة على فكرة يعني سواء ان احنا نبريكت سين باي سين نعمل سين بريكداون ازاي المشهد ده او ازاي التسلسل ده تسلسل عبقري ومن نقطة تانية ان احنا نتتبع الدراما اللي كانت موجودة جواه ازاي دانيل بتكسيد هايل جدا من رالف ماكيو من اول لحظة لاخر لحظة عامل زي الفر المبلوي مفيش لحظة في البطولة دي تخذ فيها ثقة مفيش لحظة في البطولة دي تحس فيها ان هو فيفرد من اول لحظة لاخر لحظة هو مش مصدق ان هو بيعدي هو مش مصدق انه مجرد لما بيستمع للتعليمات بتاعت مدربه عارف يلاقي اخر لحظة اللي ممكن يعدي بيها وبعدين تعرضه لتصرفات منافية للروح الرياضية علشان يصابه ويطلع برا البطولة وازاي رجع تاني وازاي لما رجع تاني ما كانش عجوبة وازاي لعب على اصابته وازاي اصابته ليتفاقمت وازاي تغلب عليها وازاي استعاد الكريم كيك اللي كنا بصينا عليها سريعا في الفيلم وما ادركناش انها حترجع تاني وتصبح اهم لحظة في الفيلم ذكرته كد يا جماعة is all about the crane kick واحنا معرفش مين فيكم كبير شوية ممكن يكون كان في المدرسة اوقاتها وكلام ده كله مصر كلها كنتماشية تعمل الكريم كيك يعني كلنا كنا مشين نعمل اللقطة الاخيرة دي وازاي ما كانتش ايكونيك بزيادة وازاي ما كانتش متكلفة وازاي ما تعددش مليون مرة وازاي ما تعملش عليها موال كبير والدراما بتاعت الشخصيات والتحولات بتاعته والتحولات بتاعت الفريق المضاد مكانة ايكونية كمان مرة بكل تأكيد الجانب التاني المهم هو الجانب الثقافي اهمية الفيلم ده على الثقافة الامريكية والثقافة العالمية لان دي كانت من اقل الافلام او من اوائل الافلام اللي بدأ الاعتراف فيها بالشخصيات اللي من عرق مختلف او من الاقليات داخل المجتمع الامريكي بعيدا عن الشكل الكوميدي وبالتحديد الشكل الاسياوي ده كان دايما بيتمل الاستهزاء به في الافلام الامريكية وفي السينما الامريكية لغاية لما جاي مياجي ونقل حكتين نقل اهمية وترصخ العرق ده داخل الثقافة الامريكية وثانيا ازاي وجب ان احنا نتحول من التعامل معه باستخفاف لاحترامه داخل احداث الفيلم الايكون البسيطة جدا على التحول الاخير دوت هو طريقة نوت دانيل اسمه خلال الفيلم الول كان بيقوله مياجي لغاية لما عارف بعد كده انا اسمه مياجي وان ده شيء يجب احترامه وبقى بيجبر الاخرين على اتباعه النقطة التانية ان الشخصية بتاعتنا وفي مشهد عابر جدا 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 ناس كتير ممكن ما تاخدش بالهم منه بالهم منه لما دانيل رحله في يوم الاجازة ولاقى سكران بيفتكر مراته والكلام ده كله واشار لحاجة انا شخصيا مكنش عارفها جماعة انا رجل متوسط الثقافة والله فيه ناس كتير بتجي تقول لي ثقافتك الواسع ما عرفش جابه كلام ده منين انا رجل متوسط الثقافة جدا طبيعي زي زي كل الناس اللي في الدنيا لا منحدر ولا متفوق على الاطلاق وبعتمد على الافلام الجادة اللي فيها اشارات لحاجات جادة انها تعلمني بعض الامور وباخد الخطوط دي وبقعد ابحث وراها ودور وراها فلما شفت في الجورنان اللي كان ماسكم يجي كلمة منزنار دورت ايه موضوع منزنار ده يا جماعة واكتشفت ان هو احد الكوارث الانسانية في التاريخ الامريكي اللي فيه كلام كتير على انهم بيحاولوا يغفلوها وبيحاولوا يتخطوها وبيحاولوا يطمسوا معالمها ان الامريكان يا جماعة بعد الاتاج بتاع بيرل هاربر في الحرب العالمية التانية لموا كل الناس اللي من عرق ياباني داخل المجتمع الامريكي وحطوهم في معسكرات اعتقال في الظروف في بعض الاحيان كانت غير ادمية وتعرضوا العنف وتعرضوا الموت وتعرضوا الامراض وتعرضوا الحاجات كتيرة جدا بينما اللي كانوا قادرين منهم على الحرب خدوهم وشكلوا منهم وحدة في الجيش الامريكي حربت حربت في الحرب العالمية التانية وكانت ده موسط هايلي ديكوريتد دي اكتر وحدة في تاريخ الجيش الامريكي حصلت على اوسمة ومياجي جوه الفيلم بتاعنا كان واحد من الوحدة دي وامراته وابنه ناس من اللي ماتوا في المعسكر بتاع منزنار مشهد عابر بيقول حاجات كتير جدا في فيلم كلنا بنعمله زي ما يكونش يدعو للاستخفافه وما يستحقش اي اهتمام الفيلم رصخ ده الفيلم وثق ده بشكل غير قابل للطمس وغير قابل ان احنا ما تخطاه حاجة كده زي ما انا دايما بشكر او بعيدا عن القيمة السينمائية المرعبة لمحمد خان داخل السينما المصرية ولكن انا بحسب له انه من خلال افلام الحريف وضربة شمس وثق شكل القاهرة بشكل لا يمكن اغفاله ده هو ده المستند اللي موجود عندنا اللي مش ممكن حد ينساه ومش ممكن حد يشيله من دماغه عاوز تعرف شكل القاهرة كان عامل ازاي في السبعينات والتمانينات اتفرج على ضربة شمس واتفرج على الحريف عاوز تعرف فصل من فصول الاحداث المشينة على مستوى التعامل مع الاقليات وعلى مستوى العنصرية في التاريخ الامريكي اتفرج على ذكرتي كد وقرع عن منزنار وقرع عن بتاعت الموضوع ده انا ما بتهمش المجتمع الامريكي بالازدواجية والكلام ده كله لكن اي مجتمع في الدنيا بيحاول انه يطمس الاجزاء السيئة في تاريخه والاجزاء السيئة داخل تاريخ اي مجتمع في الدنيا هي الاساس اللي بيتعلم منه ويبقى مجتمع احسن والامريكان عاملوا كده على اصعيدة كتيرة ولكن في الحتة دي بالتحديد كان بيحصل نوع من انواع التمس طيب فيلم ده كراتيكد يا جماعة تعرض سنة 84 هل كان فيلم تلفزيوني وانا بتخن في الموضوع هل كان فيلم عبيد اللي انا بكبر من اهميته حيالا يا جماعة ذكراتيكد الاول ده اولا هو رابع افضل فيلم تحقيق للارادات سنة 84 في السينما الامريكية ثانيا ده فيلم ترشح لجائزة الاسكر تجسد دورج مستر بياجي المعلم الياباني ثالثا ده من اخراج جون جي الراجل اللي اخرج روكي الاول وكسب عنه عن الاوسكر وكسب عنه جائزة الاوسكر ومعرفش احنا بقى ده كان رابعا خامسا الفيلم ده اطلق سلسلة عايشة معنا على حد دلوقتي تعمل منه جزء تاني وتالت مكنوش عظام الحقيقة كانوا تعبنين وتعمل منه كانت اسوأ من الجزء اللي بعدهم ولكن مؤخرا اتعمل منه مسلسل اسمه كوبرا كاي فيه شخصية يا يوتيوب يلا قفلينه على يوتيوب بريميوم وقفلين العضوية في مصر يا جماعة افتحوا العضوية بتاعت يوتيوب بريميوم انا هشتركوا والله انا هتفع واتفرج مش عارف هتكلفكوا ايه لو عملتوها الصراحة مش فاهم يعني جوجل بتاخد مننا فلوس على كل حاجة شمعنا في دي بالتحديد مش عايزين تدوننا الرايتس بتاعت المسلسل انا عارف ان هو اتفتح فترة من الفترات ان الناس تتفرج عليه بلاش بس في الفترة دي انا كنت اقرفان من كل حاجة بتفرجتش قال الوقت يا عايز اتفرج افتحوا لي الموضوع عاوز اشوف كوبرا كاي بياخد ريتنجز كويسة جدا انتهى منه موسم اول وموسم تاني ودخلين على الموسم التالت بس انا عامل الفيلم ده كله عشان في الاخر اقول ان انا عايز اتفرج على كوبرا كاي بس خلاص لا طمعا مش حقيقي انا بغسر انا اسف انا باعرق الدنيا حر معلش وقلت كلام بصراحة اقولت بحماس ومبسوط بي فمش هزار جاعده تاني فانتو هتتقبلوا الموضوع ده وحتسامحوني عشان انتو ناس جاندين جدا وعشان انتو ناس جاندين جدا وعشان احنا النهاردة بنتكلم عن فيلم جامد جدا فعايز اقول لكم ان تقييمي لي هو تسعة من عشرة في درجة بس لان الشخصيات المسندة بعيدا عن الدرجة الاولى والدرجة التانية في الشخصيات بتاعتنا كانوا كارتونين بشوية دي الحاجة الوحيدة المأخذ الوحيدة اللي عندي على الفيلم اخوط عايز اقول لكم ان كمان الفيلم اللي هتعمل منه ريميك بتاع الودي بن ويل سميث وبتاع جاكي تشان وده كان سايق جدا فيه ناس بتقول لفيلم كويس الناس اللي فهم قيمة الفيلم الاول طيو عامل الفيلم التاني دوت كأنه مسخ كأنه حاجة مش موجودة وتزيد في تقديرنا للمميزات بتاع الدكراتيك ده الاول الكيك البسيطة الكرين كيك حولوا انه هم يعيدوها بدروس الدنيا والاخرة والتكنولوجيا والتمثيل وبتاعه عاملوا منها حاجة مش مفهوج ده كرين كيك دي يا جماعة موال كبير ده انا كان ممكن اعمل الفيديو ده كله عن ده كرين كيك بس وعن اهميتها في الثقافة الشعبية وعن تعبيرها عن العودة من ظروف القحت والظلم وكل حاجة انت عايز ان الفيديو ده تطول قوي مش هاز تطول اكتر من كده الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه تشترك لكم الحلقات اول باول تابعوني على تويتر ونيمو وبوديو وفي حاجة كمان وفيسبوك وبي باي